ولكن المسيح يقول إنسان كان نازل لاحظ إنسان إنسان إخوتي وأخواتي كما قال أحدهم بينما يتجادل اللهوتيين في مساء اللهوتي شائكة يتسلل البسطاء إلى ملكوت الله اليوم في كل أنواع اللهوت وأصبحنا نلوهة كل اللهوتيات لهوت النظامي لهوت العملي لهوت التدبيري لهوت العهد لهوت الاجتماعي لهوت بناسب جنوب أفريقيا أو أفريقيا وجنوب أمريكا وكل أنواع اللهوت اللي بتناسب العصر بشرط إنه ما نرفض يعني الأساس والجوهر هو يسوع يسوع هو رب وأن نؤمن بكلمة طالة متل ما هي من الجلدة للجلدة ولكن أحبائي في شيء لهوت اسمه لهوت عملي مش نظري في لهوت اسمه لهوت إنساني تتعامل مع إنسان إنسان كان نازل من أورشاليم إلى أريحة إنسان لهوت الإنسانية بغض النظر شو خلفيتك شو العرق شو جنسيتك هذا النوع هو اللهوت الذي يطلبه الرب هنا المثل السامر الصالح من أعظم الأمثلة التي تكسر أمامنا كل الحواجز فالمسيح صدم المستمعين قال سامري اللي اهتم بهذا الإنسان فهذا الشخص حتما انصدم كلمة سامري يعني لا تلفظ على فم اليهودي حتى لما سأل يسوع ومن منهم يعني مين إلاي قال الذي صنع معه الرحمة مش عاوز ينطق حتى كلمة سامري لأن هاي الكلمة لا تنطق إلا بشتيم لما واحد بيشتم بقول له روح يا هرتوق يا سامري يا شطان فهذه التفكير اللي كانت بتمر فيه الناس وهنا حبا يقدم يعني واحدة من أعظم الأمثلة تكلم عنها الرب يسوع السامري الصالح هو لاحظ بيتكلم عن كاهن ولاوي الكاهن هو اللي بيمارس الفرائض والذبائح في الهيكل وطبعا كل كاهن ولاوي لازم يخدموا على الأقل أربع أسابيع في السنة وفي مدن مناطق اللي بيسكن فيها الكاهنة فمثلا بجانب أريحة كان في منطقة للكاهنة فأيام المسيح كان بيسكن فيها 12 ألف كاهن وطبعا هن نازلين من أورشليم يعني أنهو الخدمة أنهو الخدمة وطبعا هذا ليس عذر أنه ما يقدمه ولسيما المجروح عن أرجح كان يهودي طبعا ما منعرف لأنه كان عريان ولكن تقدر تميز اليهود من غير يهودية من طريقة اللبس أو من طريقة الشعر إلى آخره أو من طريق الشكل أحيانا فإذن هذا المحتاج كان من شعبه مع أنه كان ولاوي يعني ما ساعده ولكن اللي ساعد هو السامري اللي مش من جنسه يعني السامري يعتبر جنس غريب هو اللي ساعد ولاحظ الكلام يعني واحد صار عند المكان والتاني نظر وجاز مقابله يعني كان مارئ من الجهة التانية الطريق عشان يعبر للجهة الأخرى فمر بجانب تطلع عليه ولم يعره أي اكتراث لكن سامري المسافر جاء إليه لما رآه تحنن هذا هو لهوت الإنسانية أحبائي هذا هو الإنسان بعدين تقدم يعني هون يعني لاحظ منشوف أنه كان شجاع وكان شهم وخاطر بحياته لأنه مرات بتكون واحد ببين أو كأنه يعني مرمي على الطريق وهذا نوع من الفخ يستخدم حتى ينقض عليه ولكنه لم يبالي إنسان في الإنسانية معاه فتقدم تحنن وبعدين قام في كل يعني واضح أنه كان يهتم بكل أنواع الاهتمامات ضمت جراحاته صب عليها زيتا وخمر يعني الخمر كل مسافر لازم يحمل طبعا قرورة عشان التطهير بتلك الأيام كان يطهروا عن طريق الخمر والزيت طبعا عشان يطر الجروح ولعلاج أيضا مش بس أركبوا دابته يعني أعطاه ملابسه الملابس اللي كانت عنده أعطاها لهذا المجروح وأركبوا على دابته يعني رجع نفس المسافة إلى إلى فندق يعني هو مشى على رجلين والجريح كان على الداب وأتى به إلى فندق واعتنى به مش أي اعتناء وفي الغد يعني مكث معا ليلي وكان راجع مسافر ولكن رجع مكث معا ليلي ولما مضى أخرج دينارين ممكن قطعتين من الفضة وأعطاهم لصاحب الفندق قال له اهتم هون بتشوفه عم بعيل عم بدبر اهتم فيه وبس أرجع إذا فيه أي متطلباتهم بتشوف الكفيل والضامن على ما يبدو أنه كان معروف لصاحب الفندق اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعنده رجوعي وفيكا وكان سؤال المسيح فأي هؤلاء الثلاثة طرى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص الجواب الطبيعي السامري ولكن كان الجواب الذي صنع معه الرحمة رجع رد على نفس السؤال الأول فقال له اذهب أنت أيضا واصنع هكذا أول مرة قال له افعل هذا فتحيا وهنا يقول اذهب أنت أيضا واصنع هكذا جواب على السؤالين اللي سألهم هذا النموس اشتركوا في القناة